بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فمن حكمة الله سبحانه وتعالى في قلقه أن خلقهم حتى يتعاونوا فيما بينهم لمصالح الدنيا وكذلك جعل الأديان تجمع بين الأفراد حتى يتحدوا في عقيدتهم وحتى يهتدوا بهدي الله سبحانه وتعالى ويتحدوا على عمارة الدنيا وعمارة الكون فالاتحاد والتعاون سمة من سمات أي مجتمع قوي وأي بنيان يصد الأعداء فالاتحاد والقوة يأتي بالتعاون على البر والتقوى وأن لا نتنازع فيما بيننا فقد قال مولانا سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين أن من تعاون على البر والتقوى ولم يتعاون على الإثم والعدوان استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى وعلى المسلم أن لا ينخرط في النزاعات وفي التشتت والاختلاف الممقود فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فإن الله سبحانه وتعالى ينهى أن تتفرق الكلمة بهذا التشتت وبهذا الاختلاف الذي من شأنه يضعف قوى المجتمع ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحد المسلمون فيما بينهم فبين لنا أن يد الله سبحانه وتعالى مع الجماعة فقال يد الله على الجماعة وفي رواية يد الله مع الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء يدعو الناس إلى دين الله آخى بين أصحابه من المهاجرين والأنصار حينما ذهب إلى المدينة حتى يؤكد على هذا المعنى أن يتحد المجتمع فيما بينه وأن يتعاون على البر والتقوى ولا يتعاون على الإثم والعدوان فمن تعاون على البر والتقوى وابتعد عن الإثم والعدوان نصر بذلك دين ربه إن تنصروا الله ينصركم ونصرة الله سبحانه وتعالى تكون بإعلاء كلمة الله وتكون بنصرة دين الله ومن أهم المقاصد التي جاء الإسلام لتحقيقها أن يتحد الصف وأن تجمع الكلمة وأن ينصر كل واحد من أخاه في الحق فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال بعض الصحابة ننصره مظلوما يا رسول الله فما بالنا ننصره ظالما قال تأخذ على يده فإن ذلك نصرا له أي أن تمنع الظالم من ظلمه وأن تقف الظالم عن ظلمه والمظلوم أن تقف بجواره حتى ترد له مظلمته فإن حقق المجتمع ذلك تعاون على العدل والبر والتعاون على البر والتقوى ولم يتعاون على الإثم والعدوان وتأكيدا على هذا المعنى فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن على المسلم أن يقف بجوار أخيه وخاصة إذا كان المسلم في حاجة لنصرة أخيه المسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود من رواية أبي أيوب الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ يخذل مسلما ينتقص من حقه وتنتهك حرمته إلا خذله الله وفي هذا ينبغي على كل مسلم أن يسعى للتعاون مع غيره في إعلاء كلمة الله وفي تحقيق المصلحة العامة في بناء الأوطان والحفاظ عليها وأن ندافع عن أوطاننا ضد أي عدو يريد النيل منها فإننا إن اتحدنا في دفاعنا عن أوطاننا كنا بذلك يدا واحدة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا وسائر بلاد العالمين هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته